مرحبا بكم مرة أخرى نواصل مع ضيوفي الانتخابات التشريعية إن شاء الله 15-16-17 ديسمبر إن شاء الله نكونوا في الموعد الناس الكل ونقوموا بواجبنا توجيه بلادنا هي فترة حارجة نعرف وفترة برشا ناس يقولوا ليه وكيفيش ومش لازم ليه دي ما نقولوا ورانا لزمنا نقوموا بواجبنا توجيه بلادنا راي فترة حساسة إذا احنا ما نقوموش بواجبنا شكون بش يقوم بيها البلد هذية نقوموا بواجبنا وإن شاء الله ليجاي خير إذن خلي رحب بضيفي حاضر معنا سي محمد نوف الفريخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس لجنة العلاقات الخارجية سباح النور سي محمد مرحبا بيك نارك في الوسمين نارك سعيد يعيشي مرحبا بيك كنت بحدينا آخر مرة باش نشجعوا باش لعب بيت تقيد باش تمشي باش تنتخبس يخطوء ليعيشوا لبرة الناسنا وممالينا خلنا ياخدوا فكرة فما خطوة مشيت معناها الحملة هذيكة فما عبيت قيدت وكل قبل ما ندخلوا الأيام الجاية بارك الله وفيك ندعوك بكل شيء من خلالكم ندعو التوانسل كل اللي يسمو فينا خاصة أخواتنا وعائلاتنا للبرة أنهم عندهم موعد عندنا خمسة أيام طوال ما زال نحكيه على خميس وجمع وسبت جايين دونك إن شاء الله يكونوا يجيوا كما تفضلتين باش قول باش قوموا باجبهم نحب نذكرهم رهم ملك في البلاد هذه رهم هذا الميت صوتهم لازم يكون يوصلوه ونحن كهيها عليا مستقلة عنا أمانة لازم نوصلوها بالكلي دونك باش نجاوبك نعرفه أنه على حسب السجل الانتخابي اللي عنا أنه التونسيين بالخارج عنا أكثر من 3-42 ألف تونسي اللي يسجلوا وقام سجل خارج تونس من 3-42 ألف هذوما سمع منهم العديد اللي يتخل الموقع تونس وعمل دي كيف يقول ديريوكات باش يبدل كان موجود معنا منافش في الموقع عن تي عمد لسلس اي ثم عدد محترم منهم اللي قام بالواجب ونستنعوا فيه إن شاء الله نهار 15-16-17 إنه باش يكمل ويجبو ويقوم باللزم أنا لإضافة نحب نقول تعرفوا في 3 نوفمبر أعلننا أعلنت الهيئة على المترشحين اللي هم 1055 اللي باش يكونوا نهار 15-16-17 يعني نحكي كموعد انتخابي باش يكونوا قدامة وينسى الكل باش يختار يختاروا منهم الأمثل ولي يمثلهم في المسجلس النووي بالشعب من تونسين بالخارج خاصة من خلال برنامجكم المواجهة اللي هما إنه المرسوم الإخراني عد 10 دوائر انتخابية ولكن بعد 3 نوفمبر خرجت النتائجة إنه ثم 3 دوائر انتخابية بركها فيهم مترشحين والبقية ما كانتش متوفرتش مترشحين باش يمثلوا البقية ولكن وقت يقول واحد 3 على 10 يقول شوية ولكن نحب أن نضيف حاجة صغيرة كما قلت قرابة 348 ألف تونسي مسجل برك في 3 دوائر هذم عنا 155 ألف تونسي مسجل فيهم معتنا قرابة 45% ولا أكثر شوية متوانسة الكل موجودين في 3 دوائر هذم اللي هما فرنسا 2 فرنسا 3 ويطالع 3 دوائر انتخابية هذم فيهم شخون قدم الترشح وتقبل وعلى الساس أنه تونسين 155 ألف هذم ندعوهم إنهم باش يمشيوا المراكز الاقتراع لأننا نحب أن نقول لك مثلا مراكز الاقتراع لو قلت أنت هنا ثم 10 هو في 3 مثلا في 141 مركز الاقتراع مثلا سنتر دووت في السنتر دووت هذم مثلا أكثر من 170 بيروت دووت معناها تحظمتهم بيش بيش يقوموا لولندو 3 جور 15 ستا 17 بواجبهم في أي وقت ما الثمانية لستة تلعشية الهيئة وفرت قرابة 600 عون مكتب بشكون موجود معناها الموين تا 4 بيرسان بار سنتر دووت معناها مثلا كل ما هو بلتان دووت وكسيترا بدنا كان نذكر وخرج في تلوزة التونسية بدناها من أول تلبرح في تونس وخارج تونس اليوم ما نكملوا مثلا بالنسبة نسميهم المواد الانتخابية الحساسة معناها كل ما هو بلدان دووت وكسيترا دون كل ما يوصلوا بقدرة الله آخر حاجة نورمو بشكون في في إيطاليا معناها من اللي بدينا من 3 أيام هذو ما ثم وفرنا هالمواد الانتخابية هذي بشكون حاضرة نتوضيبها من بعد معناها وقتا يمشي التونسية الـ 15 هيقى الصندوق هيقى الفوت تقروجي ستر يقى كل شي حاضر هذي بقدرة الله نورمو اليوم نورمو تكمل العملية هذي بشكونوا حاضرين الـ 600 يبدأوا الفرماسيان بشكون برابور القانون الانتخابي بش يخدموا كما قل ما بديناهم نورمو كاملوا من هنا النار اثنين على ما أظن بهذا إن شاء الله بقولوا الهيئة حضرت أكثر ما يمكن إنو نستنىو إنو توانسا خاصا توانسا اللي ينورونا البره إنهم يقوموا بواجبهم ونعاود نذكر رهم ملاكة لازم يدافع على بلادهم ويعطيوا صوتهم حتى الحضور متاح مبارش نستقلك هو كونديدا واحد مثلا كونديدا واحد إذك إذك ما عجبكش خلي ورقة بيضة امشي وقوموا بواجبك إذك وإذك عليش نعود نقول إذك تبشي وتقوموا بواجبكم ما تقولوش مبعد كيف وإذك شكون حط وإذك كيف شتحط معناها إحنا قاعدين نشوفه حتى كمية التنمر اللي قاعد تصير حتى على المنتخب اللي قاعدين رشحين رواحهم باهي أنت أسمعوا على قليل أسمعوا مثال هو كل واحد طريق التعبير متاع وكل واحد كيف وصل المعلومة يعني مجنش الناس كل سواسية سواف الثقافة أو حتى في تبليغ المعلومة لكن أنت اسمعوا ركز معها هي دقيقة مابا اسمعوا شوف برنامجه كان عجبك واقتنعت عجبك ما عجبك أنت يقوم بواجبك وامش كما قال سي محمد حتى ورقة بيذة ما يسير شحطها بعد ما تقول كيف تحط هداك وكيف تخل المجلس وكيف يعبر علينا كشعر توضيح صغير وفي نسبة كان لحظ كما تفضلت قلت تنمر لكن فيه صحيح وفيه الغالط فيه فم حاجات الغالط زيدة مفبرك مفميش أصلا مع تنجية اللوظوح روما مش بضرورة كلها مش الكل فم حاجات زيدة ومفبرك نثبته من المعلومة على صفحة الفيسبوك في كل دائرة ثم قايمة المترشحين عليها مع اليوم يجم يشوفون بصورة وجود بصورة وبالاسم وحتى في البلدان بشكل الاسم اللقب مش بالاسم الثلاثي معنا مش بصطقة علي بن صالح بن كذلك بصطقة الاسم اللقب مع تحتى كان يعرف الاسم اللقب ويعرف الصورة دونك يجم عنده المعلومات المعلومات الكل اللي يدهم ولا المهم نتستنعهم المراكبين الملاحظين بيش يكونوا حاضرين البر كيفاش هو كما تعرف كما جرت العادة كما أي موعد انتخابي كنت سوى بالنسبة للمعتمدين على حسب الأليات اللي تخدم بهم الهيئة بيش يكونوا موجودين هو ما كتعرف الهيئة من 2021 مش جديدة عليها بالعكس دخلت كما تقول انت في الروتين وتحاول دم تحسن وتوصل المعلومة وتوصل خاصة مبدأ الاتاحة انه اي تونسي لازم يوصل صوته وهذاك بالنسبة اللي نحن امانة بيش نوصل له صوته تلك لي اكيد نختم بالموقع لو تسمح اللي حاب يشوف روحه بالضبط فين واللي تم معناها تحيين مكان الوين يجب يدخل هو الموقع بالنسبة خاصة التونسيين بالخارج حتى بالنسبة التونسيين في الداخل لما التونسيين بالخارج عندهم الموقع تونسي نقطة نقطة انه يجب وقت يدخل الباسبور ويدخل بتاقي تعريف يعطيه فين بالضبط يعطيه المركز بالادراس ويعطيه المكتب والعدد متاعه الرتبي مثلا إذا كان أنت نعش في كل بيرو في 800 منتخب بشي بشي انتخب يعرف أنه العدد متاعه ستة سبا خمسين لنمي تيجي مربح وقت نعرف أنه ضغوط خاصة بالنسبة التونسيين بالخارج ويخدم وغيره يجي متعدى ربيد يعرف العدد متاعه ويدخل للبيرو يقول لهم نمر متاعه ستة قموا بواجبكم وخاصة نعمل عليكم مواطنين اللي عيشوا البر خمستة ستة سبعتاش موعد هام جدا مثال نعمل مجهودنا ونشي ونصوت وإن شاء الله في الخير يربي خطر لي كل بلادك يعطيك الصحة بارك نمشي ولنغم آخر للراحلة فإذا محرسي ثمان واس وتفضل